أعزائي مشاهدين بنسعد في برنامج زينة أن احنا نقدم نمازج لسيدات وفتيات ناجحات في مجالات مختلفة وأن أيضا منتجات بشكل كبير وخصوصا لو هذا الانتاج له علاقة بالفن بسعد النهاردة أن يكون معنا الفنانة التشكيلية الأستاذة عزة رجب أهلا بحضرتك معنا رحلتك مع الرسم على الحريري بتدت إمتى؟ أنا أصلا خريجية كلية تربية فنية جامعة حلوان أهلا بحضرتك وفي الأصل مدرسة رسم جميل وغاية طبعا فن يعني طبعا جميل فدي كانت هي يعني متى حضرتك ده تخصصك طول عمرك ده تخصصي بس أصلا طبعا أكيد محدش بينجح في حاجة إلا إذا كانت فيه بزر موهبة يعني ده أكيد مؤكد وفي نفس الوقت ممكن نقول أن تقدري تتسقيلي أي موهبة بالممارسة فكانت الممارسة هي أهم بالنسبالي أنا يعني أفتكر مدرس الرسم يعني وأنا في ابتدائي الراجل يعني حرام كان بيشد شعره مني يقولي أنت كسرتي كل قواعد الرسم فلكن لقيت فعلا الحاجة اللي أنا بحب أرسمها اللي هو الحاجة الكاريكاتورية أو الشخصية الكاريكاتورية لأنك عايزة حدي ينمي الحتة دي عندك بالظبط كده هو أنا يعني بقى دين لي بالفضل أنه يعني خلى أنه ممكن أقدر أعمل حاجة عارف أنت بس بعد حرام يعني يعني مجهود كمير هو ده الموهبة أنه هو قدر يعرف أنت شاطرة في أي حتة عشان ياخدك ليها فممكن كان يحطم لك الحتة دي خلص ولا دا ولا دا بالظبط فعرف أنت شاطرة في الكاريكاتور مدرسنا في يعني طبعا دا خارج لسه قبل هندخل موضوعنا مدرسين التربية الفنية في مدرسنا حاليا هل عندهم ساعة الصدر والقدرة على الاحتواء طلبة واكتشاف المواهب فيهم المدرسين بيعملهم جود جبار جدا طبعا خالص تقدير ليهم وهم متخصصين وهم متخصصين وعارفين خصائص كل مرحلة بس للأسف أنه بيجي في البيت الطفل بيكون موهوب بيجي البيت يقول له لا أسيب دا دا مش مهم المذاكرة أهم مع أن أنا بلاقي دايما المتفوق فنيا رياضيا حتى في الموسيقى حتى في الشعر بيكون متفوق في المواد الرئيسية دا المتفوق متفوق في كل حاجة لاحظت كده فإذا لما لقي طفلي موهوب والمدرسة بتساعده وعندهم دارس صح بيكتشفه وبيدي له نشاطات عشان يسقل موهبته ما لاقيش البيت بيكتف الموهبة وبعدين برضو يعني احنا في مدرسنا الحكومية أو مدرس التجربية مفيش برضو الاهتمام بأن يوفروا لحضرتك المواد والماتيريال الخاصة يعني لأن انت تبقي نفسك ليك تعملي حاجات وتعلمي الولاد حاجات كتير وتكتشف موهبهم محتاجة تجهزات كتير يمكن خارجي كلية التربافة لأنهم بيعتمدوا أساسا على خامات البيئة فدي ما بتكتفهمش ما بتكتفهمش لا مجرد أن عنده قوضة يمارس فيها المادة بينزل فصله فيها فبخامات البيئة بيقدر يخلي الولاد يشتغل منتجات رائعة منتجات رائعة فدي ما لمستهاش في المدارس مدارس فيها ناس نشيطة مدارس فيها قوض فإذا بس إحنا نخلي البيوت تساعد المدارس والله أنا عندي بنت واحدة صاحبتي بتقعد يعني هي مختارة عشان هي مدرسة دولية فمختارة الأرت أو يعني الرسم يعني كمادة يعني من المواد الأساسية عندها مبدعة ويعني أعتقد أن البيت كله يعني بيترسم البيت كله وبتبقى عندها رسومات رائعة دي حقيقة يعني أنا بلاحظ أن في عندي أولاد موهبين صغيرين لما بيبقى البيت عامل لهم نشاط وبينزل صورهم على الفيسبوك فلاقي نمازج من الفنانين تبنوا المواهب دي أكيد والبيت بقى بيساعد يخدهم ويوديهم معارض يجيب أنشطتهم للمدرسة يشترك في المسابقات فدي بتبقى حاجة جميلة جدا يعني إحنا بفي عندنا يعني أراء لمشاهدين ومشاهداتنا في أن إزاي فعلا تبقي بتنمي موهبتك وأيضا بيكون في نوع من الانتاج إنتاج بيبقى ملموس ممكن يكون إنتاج أن أنت بتضيف لمسة على بيتك أو إنتاج حتى يبقى فيها واخد الشق التجاري نشوف أراء المشاهدين ونرجع تاني لحضراتكم